ماتش مهم جداً يعتبر وتعتبر بطولة تتويج لجهود الفريق طوال الموسم والأهل هو بطل أفريقيا أبطال الدوري بيواجه بطل أسيا بكرا وكان مهم جداً إن احنا نحاول إن احنا نجيب لكوا فرقة الدحيل هنا نحاول إن احنا قبل الماتش بـ 24 ساعة نعمل لكوا build up ونعمل لكوا تحضير لفرقة الدحيل ونذكر لكوا فرقة الدحيل عشان حضراتكم وإنتوا بتتفرجوا تبقوا عارفين الفرقة كويس عارفين مزاياها عارفين عيوبها عارفين إيه مدرسة لقاب المدرب بتاعها مين هو المدرب بتاعها أبرز نجومهم وفي رأينا أفضل طريقة وأفضل تشكيل موسماني والأهل يلعبوا بيها عشان يقدروا يتخطوا الدحيل ويلعبوا إن شاء الله مع باير مينخ في المباراة اللي بعديها طبعا كان فيه تحضير نفسي مهم جدا وده عامل مهم جدا لأي مباراة كرة قدم فما بالك بمباراة مهمة جدا اللي أنا عرفته من معسكر الأهلي إن كان فيه تعليمات مشددة على عدم الحديث عن باير مينخ وده كان واضح بشكل كبير جدا من تصريحات لعابة الأهلي وتصريحات المدرب كان واضح إن كل الكلام اللي بيتقال إن مفيش أي تفكير في ماتش باير مينخ لازم الأول إن إحنا نتخطى الدحيل لازم إن إحنا الأول إن إحنا نفكر في ماتش الدحيل بس وده طبعا طبيعي جدا وذكاء كبير جدا يبقى فيه دايريكشن واحد واتجاه واحد من كل اللعيبة كل اللعيبة بتتكلم إن في حتة واحدة إن متركزين فيه ماتش الدحيل ممنوع الكلام على ماتش باير مينخ وهو اللي أنا عرفته برضو من جوا معسكر الأهلي إن التلات أربع أيام اللي فاتوا من أول وصول الفريق للدوحة إن محلل الأداء الفني والمدربين كانوا مدين لكل العيب فيديوز وفيديوهات للخصم اللي ممكن يواجهه وإسلوب لعبه وطريقة لعبه وده دلوقتي بقت يعني تعلم التدريب الحديث بقى طبيعي بقى طبيعي إن يبقى فيه مذاكرة مذاكرة لازم مش زي زمان دلوقتي اللعيبة لازم تذاكر كويس الخصم بتاعها عن طريق الإحصائيات وعن طريق الفيديو وعن طريق المحاضرات الجامعية والجلسات الفردية كل ده اللي حصل في اليومين 3 اللي فاتوا بالنسبة لفريق الأهلي الهم من كده اللي أنا عرفته برضو من اللعيبة إن موسماني في الـ 24 ساعة الأخيرة كان هادي جدا وهي دي طبيعته بيحاول إن هو يشيل الضغوط من على اللعيبة لأنه عارف إن اللعيبة ممكن يبقى عليها الضغوط طبعا بسبب متابعة السوشيال ميديا وبسبب المباراة ومطش كل مصر وكل عالم العربي يتفرج عليه فمهم جدا إن المدرب والجهاز اللي معاه إزاي يقدروا يشيلوا الضغوط من على اللعيبة كل دي حاجات الجمهور ما بيشوفهاش الجمهور في الآخر بيشوف التسعين ديئة أو المية وعشرين ديئة أو اللي بيشوفه في الملعب لكن ما يدور حول الملعب حاجات مهمة جدا بتأثر على اللي بيحصل جوه الملعب شفت الصورة حلوة جدا لعلي معلول وكابتن محمود الخطيب قبل التمرين وهم واقفين وكابتن يعني بيتكلموا مع بعض وإن علي معلول بيحتضر من كابتن الخطيب أو العكس وبيتكلموا مع بعض ودي صورة بالنسبة لي بتعكس حاجات مهمة جدا وجود رئيس النادي بجانب الفريق بالذات بالذات لو كان رئيس النادي ده لعيب كرة بتفرق كتير جدا في رأيه تفرق كتير جدا أيا كان بقى محمود الخطيب محمد حسن حلمي صالح سليم الله أرحمه كان صالح سليم الله أرحمه أيا كان مين دايما لما بيكون الرئيس النادي عنده خلفية كراوية فوتبول باكجراوند وراجل كان لعيب كرة ونجم كبير ومتواجد حوالين الفريق وعلاقته كويسة بالجميع ده بيدي اطمئنان كبير جدا لكل أفراد البعثة لكل الناس اللي موجودة ففي رأيه أن تواجد كبتل محمود الخطيب مهم جدا حوالين الفريق بالذات بالذات في الوقت ده كل ده هو العامل النفسي وما أدراك ما العامل النفسي في كرة القدم ممكن تزود الشحن يعني فوت صغير في رقيتك طوعة ممكن تقلل الشحن شوية في رقيتك ما تبدأش كويس لازم المدرب والناس اللي حواليه يبقى أول حاجة كلهم تحضرهم النفسي واحد للمباراة يعني إيه؟ يعني ما ينفعش مثلا يبقى المدير الفني شغل في حتة وشغل بناحية معينة وهو بيقول للناس على مهلوكه وبالراحة والمدرب العامل اللي معاه بيقول إيه هارجالة يا الله لازم ندوس لازم ما ينفعش لازم يبقى ما تعملش ما ينفعش تعمل أن يبقى فيه تردد يبقى فيه حد شغال في حتة وحد شغال في حتة عشانك دايما لأي مدير فني كبير بيقعد مع جهازه بيقعد مع الناس اللي شغالة معاه بيقعد على فكرة حتى مع جهاز الطب الجهاز الإداري بيقعد يقول لهم أجماعة قبل المطش ده طبيعة المباراة وحجم المنافس كل كم ده محتاجة مننا أنه نبقى هادين أنه ما نشدش اللعيبة قبل المطش في آخر 48 ساعة محتاجة مننا أنه نحاول نفك اللعيبة وفيه مطشات تانية لا محتاجين أنه نقرس على اللعيبة لكن اللي حصل في 48 ساعة الآخرين من داخل معسكر الأهلي أنه فيه هدوء كبير جدا وفيه يعني زي ما بيقوله مسماني ومساعدي شدوا الفيش شدوا الفيش من على اللعيبة اهدوا إلعابوا كرتكو اتمتعوا حاجات نفسية والتحضير النفسي بالنسبة لأي مباراة كرة قدم بالذات المباراة الكبيرة مهم جدا يبقى اتكلمنا على العمل النفسي واتكلمنا على المذاكرة التحضير دوء دماغ اللعيبة مين القسم التاعك وإزاي هنلعب وأسلوب اللعب اللي هنشتغل به طبعا أنا مش مسماني ومعرفش يعني مسماني هيلعب إزاي لكن ترجمة نانسي قنقر